من تصريحات الليلة يقول لنا تصريحات الليلة يقول لنا كلمة عجيبة قال الحقيقة ان هزيمة الجيش هي هزيمة للسودان في كل مكوناته والله دين صفق له فيها صفقة كبيرة قال الهزيمة بتاعت الجيش هي هزيمة للشعب السودان والسودان بكل مكوناته نصفق والله هل هو وقف لا ما وقف قال بما فيها الدعم السريع الدعم السريع بيقى من مكونات السودان الدعم السريع بيقى من مكونات القوات المسلحة انت لازم تمرر اجندتك وخبسك يعني اس انت قاصد شنو انه الجيش ده لو يتهزم الدعم السريع حيتهزم هو الجيش بحارف الدعم السريع بيزن فيه هو البحار فيه مكونات السودان منه وفيه بقاء القوات المسلحة منه ما الدعم السريع احنا بنصدله بارواحنا ودمانا وبقواتنا المسلحة عشان نهزمه عشان السودان افضل بلد خالي من الدعم السريع انت تيجي تقول والله هزيمت الجيش معناه هزيمت الدعم السريع منه داري هزيم الجيش طيب ما هو الدعم السريع ولا في جهة تانية امورك دي ما بتخليها امورك ما بتخليها منه الجهة التانية دار تهزيم الجيش بالتالي هتهزم معاه الدعم السريع أوامحة عمل لي فاس شفت تقول والله يا أخي في جهات مسيطرة على الجيش وفي جهات مسيطرة على البرهان إنت الوحيدة لا تقدر تقول الكلام إنت الوحيد أنا حقا ورّ الناسب للاست لإت ممنوع تقول الكلام إت ممنوع تقول الكلام بيان السلغانون لكن سبحان الله زول يا أخوانا في المؤسسة العسكرية متهم بي خيانا متهم بي طواطو مع العدو متهم بي كل الجرائم دي كلها كلها إيجي عملوا لونش لو قرأت التعريف والسيرة الزهاتية حقة الزول تلك الرئيس التنفيذي والعضل منتدب لشركة زين السودان منذ يوليو 2008 جمهورية السودان كما أنه الرئيس التنفيذي لعمليات أفريغية منذ 2012 عمل مدرسا في الكلية الحربية قبل انضمامه إلى جهاز الأمن الوطني من 76 إلى 85 كما شغل منصب الغنص للعام في صفارة السودان في موسكو أديس أبابا 77-84 عمل في القطاع الخاص في صناعة الطيران 86-87 اعتباره حاصل على رخصة قيادة نغل جوي ورخصة طيار هليكوبتر عمل لدى حكومة المملكة العربية السعودية كباحث متخصص في شؤون الغرن الأفريغي 88-89 قبل انجلاب البشير بساعات كان شغال قاله متخصص وباحث في الشؤون الأفريغية كان في السعودية كلام دا حصل بيتين حصل بعد 85 القضية بتاعت الفلاشة والزول دا جرد من ردبته حاضر واتهموه بالتجسس والخيانة واتهموه إنه متواصل مع الموساد لحد هنا كويسين كويسين تقوم السعودية الشيولي جيبه في القصر الجمهوري في القصر الملكي مستشار من 88 إلى 89 الكلام دا مريب ولا ما مريب زول إحنا صنفناه في الجيش وجهاز الأمنوه عملنا لمحكمة قلنا الزول دا يا أخوانا فاسد والزول دا متواطئ مع الموساد والزول دا شارك في عملية موسى اللي هي نقل الفلاشة حاضر والزول دا شاهد ملك عال منه على الرئيس الجمهوري النميري ذاته وعال منه عمر محمد الطيب مدير جهاز الأمن والمخابرات أل كان شاهد ملك وأدانهم بالقضية بتاعت بتاعت اليهود الفلاش منه ما الفاتح عروه الفاتح عروه يقوم السعودية السوق وتوديه زي منه طه عثمان الحسين الله يفتع علينا وعليكم الموضوع الحسنة جاي تكلم فيه شنو إنه إحنا قصورنا الرئاسية مخترقة وإنه الحاجة دي ما زالت متمادية لما نأرطلع نتكلم عن زول اسمه على الدين محمد عثمان على الدين محمد عثمان دم نقاعد في مكتب البرهان بيسويه في شنو عادر الناس يقول لك إنت شهيلة معاو إنت لأنه ربنا سعادة إنت ما ما صرفه لكن عمل لك شنو يا أقاحاتي إنت ما ما صرفه إنت ما بيشوف زي ما أنا شايف عمل لك شنو إنت ما هو الموضوع ده ماش معاو بل راحة بل راحة الزول ده إحنا جوا القصر الجمهوري فصالوه وجردوا من ردبته السعودية ساقته شغلته مستشار في القصر الملك بتاع الملك فهد الوقت ده الديني مبرر واحد هس الليلة إنت لو جيت تتوظف في أي وظيفة في الخليج تحديدا لو ما جبت الفيش والتفيش بتاعك وإنت لم تدان بقضية أخلاقية أو جريمة تمثت الشرف أو جريمة خيانة عظمى ما بتشتغل في الوظيفة دي لو جاء أبوك ذاته أبوك جمعات ما بشغلوك لأنه إنت ممكن تعمل عملية بطالة ده الموضوع هنا باختصار الفاتعروة بعد المحاكمة حقته بعد الفضيحة الهزة العالم إسرائيل بتعتبر الفاتعروة واحد من الأبطال حق جنها هو ما ينكر الكلامنا هو في إسرائيل واحد من الحاخامات قديس مرق ليهم 8000 من الفلاشة مع أنه كان ممكن يمرق عادي لكن اللي وقت داك العالم بحب الجسوسية وبحب الدراما هفهمت كيف؟ أنا بحتر طه عثمان الحسين مرق من مكتب البشير اشتغل في مكتب الملك محمد بن سلمان والليلة طه عثمان الحسين واقف مع التمرد واقف مع الدعم السريع ليه واقف مع الدعم السريع؟ لأنه أسرار الجيش كلها وجهاز الأمن وأسرار مكتب البشير عند طه عثمان الحسين اللي هي كلها موظفة ضد منه ضد القوات المسلحة فأنا كلامي كله إحنا قاعدين نحصم في البلد دي إحنا بننظف في البلد دي إحنا بنكشف في الأعداء الزوال ده هو على مشارف القبر لسه بيقاوم يتكلم عن بطولات والتاريخ وأنا بفضح لكم أسرار أسرار شون أنت بتفضحها الناس اللي ما عرفها وأنا ما أبوري لو نحسي أنا ما قاعد أستهدف زول لأنه والله الزوال ده متفوق عليك تفي الشاشة بتاعتين ما بتظهر أنا قاعد أتحدى روحي ما قاعد أتحدى زول ولا عندي شغلة بزول بيبى مدير ولا وزير شايف دي؟ دي شايفه؟ عربية دي مدورة أنا ما قاعد معكم مش شغلة في الدنيا دي ما عند أي حاجة ما دار أي حاجة في الكوكب ده بس خلاص كده طب أنا بقول لك الزوال ده يا أخي مريب ففاصيل حياته مريبة الزوال ده كيف أنت طلعت من محكم الملك فهد شغلك المشي استدعاه من السعودية منه يا أخوان المشي جاب الزوال ده من السعودية منه السلام عليكم عمر البشير كيف أخبارك؟ شاء الله كويس سامعنا المشي جاب الفاتع روه من السعودية منه يا أمر البشير الجابه منه من السعودية سنة التسعة وتمانين الجابه منه الجابه عمر حسن أحمد البشير جاب الزوال ده عمر حسن أحمد البشير شغل ومستشار بتاع أمني قومي في القصر الجمهوري عمر البشير ده بدا على الناس اللي في الكوكب دي حاضر لو سكر ما مفروض يدعامل مع الفاتع روه قل لي ليه يتبسز أني قل لي ليه ما مفروض يدعامل معه الناس دي كلها تدعامل مع الفاتع روه اللي عمر حسن أحمد البشير قل لي ليه تخيل بعد كله عمر البشير مشي جابه من السعودية تاني دخلوا القصر الجمهوري تاني خط العيوم بتاعت الموساج والقصر الجمهوري تاني جاب ضابط عظيم متهم بجريمة تواصل مع الموساد وتخابر مع دولة أجنبية وإذ شاء أسران عسكرية ومجرد من ردبته جابوا تاني القصر الجمهوري بعد ما مشي استغل في السعودية جابوا لينا التاني جابوا لينا القصر جابوا القصر الجمهوري مستشار الأمن القومي قل ليه عمر حسن أحمد البشير ده ما مفروض يجيب الفاتع روه ليه كاذا عني جاهوده هنا يا عمر حسن أحمد البشير مشي جاب الزول ده تم تعيينه عام تسعة وتمانين وزير دولة في رئاسة جمهورية السودان ومستشار للرئيس للشؤون الأمن القومي من تسعة وتمانين لخمسة وتزعين وبعد ذلك شغل منصب وزير الدولة لشؤون الدفاع خمسة وتسعين ستة وتسعين وبعد ذلك تم تعيينه في منصب الممثل الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة من ستة وتزعين الفين وخمسة ثم أصبح مستشارا خاصا بين الفين وستة ل الفين وثمانين خرج من الكلية الحربية سنة السبعين عمر البشير بعد ذلك كله مشي جابه وقل لي ليه عمر البشير ما يشغل الفاتح يروه هس هون ليلة طالب يقول ليه أنا حافظ الأسرار وأنا أوريكم وأنا أوريك الجيش وأنا أوريك البلد توري منه إنت توري منه إنت توريكم عمر البشير ما يشغل الكوكب ده أخو أنا ضيق والشيطان خطته مكشوفة وطريقته مكشوفة والمعاونين حقينهم محسوبين البشير ما مفروض طيب في يوليو في مايو 22 1985 اتهم النائب العام السوداني الرئيس السابق جحفر محمد نميري واللواء عمر محمد الطيب نائبه الأول وعددا آخر من ضباط جهاز أمن الدولة المنحل بالخيانة وترحيل اليهود الفلاشة من الأراضي السودانية إلى إسرائيل العدو الأول للأمة العربي يوم 22 5 1985 النائب العام انتم عارفينه النائب العام ده منه سنة 85 من هو النائب العام ما عارف طبعا وإنكم ما حاضرين اللايف ده أنا عملته 2023 و22 لكن يا الله نعيد للناس الصباح بدري يوم 22 5 1985 النائب العام اللي هو السيحق أنا ده ما عارفه لا في كدامول ولا ما لا في المهم عندنا نائب عام في الوظيفة دي قام اتهم الرئيس محمد جعفر نميري ده الرئيس ذاته واتهم منه اتهم مدير جهاز الأمن والمخابرات وعدد من الأفراد بشنه لأنهم عين عين جريمة جريمة الجريمة وعدد آخر من ضباط جهازة من الدولة المنحل بالخيانة وترحيل اليهود الفلاشة من الأراضي السودانية لإسرائيل العدو الأول للأمة العربية الوقت داك إسرائيل كانت داخلة مع العرب والمسلمين في حرك وبعدين كانت ما عندها إمداد فكانت دائرة ناس وإسرائيل طبعا هي بلد دينية ما فيها دموغراطية ولا خرابط ناسهم بس المعاون فكانوا فتش في الناس جابوا الجماعة دا اللي قون في أسيوبيا بقالوا دا اليهود أقدم من اليهود ذاته جيبوهم بعمل سوادنا طبعا يعجبوك ناس عندنا بعض الناس كده يحبوا الحاجات دي آه مدير دلعوني هزول بل قروش طبعا النايب العام التهون طيب النايب العام دا ما بيجي في المحكمة بيطلو القضية السلام عليكم عليكم السلام من هو الممثل للاتهام يعني بتلقوا ممثل القاضي وجموا مستشارين اتنين وبتلقوا المتهم والمحامي حقه وبتلقوا زول البيتلو التهم دا بكون ممثل للحكومة دا اسمه بتاع الاتهام صح؟ أهام اسكين نيميري وعمر محمد الطيب مدير الجهاز بتاع المخابرات والفاتع عروة وعدد من الضباط وده القاضي قاعد في زول قام حيقول التهم يلا امسك الزول دا منه فضل الزول وحسب المستند رغم واحد فانه بناء على هذا الاتهام الذي يعد بمثابة البلاغ حسب الغانون السوداني تم تشكيل لجنة التحجيق من الصادق الشامي رئيسا وكمال الجزولي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة